اهلا بحضراتكم جديد يعني طبعا يعني ما اتزعش على شاشة قناة النادي ولكن احنا كنا متابعينه المطش مبارح كان فيه اتنين ريمونتادة للفرقة الشوت الاول عدى بسلام 25-20 كنا متقدمين من الاول الاخر الشوت التاني بترجيت اتقدمت 12-7 اتقدمت في بداية الشوت حتى منتصفه 12-7 فرقتنا عملت ريمونتادة رجعت من 12-7 وصلنا 17-14 يعني حطينا 10 نقاط في الوقت اللي نادي بترجيت حط نقطتين وفوزنا بقى بالشوت التاني 25-19 يعني حطينا 18 نقطة في الوقت بترجيت 18 بترجيت حط 5 فقط ده يدل على هجومك ودفاعك طيب ريمونتادة التانية في الشوت التالت كانت بترجيت تقدمت 22-18 في الوقت الحاسم في كل الاشواط الوقت ده خلاص انت فاضل 3 نقاط لبيترجيت وتخلص المباراة 22-18 نروح على 22-22 تعادل وبعد كده نروح على 25-23 يعني انت نجحت تحط سبع نقاط في الوقت الحاسم في الوقت اللي بتوشح حط نقطة واحدة ده انا احب حلله بايه حلله اقول ان الفريق عندنا مش بس عنده امكانيات وسكواد عالي جدا ولكن عنده سبات انفعالي وقدرة على العودة تاني عنده خبرات وشباب فريق كرة الطائرة يعني يعني كابتر محمد بصير حميدو بدعم مجلس الادارة عامل فرقة بصراحة باسم الله ما شاء الله يعني باسم الله ما شاء الله ربنا احفظهم فرقة ديرت مش هددت فوق عليها فنيا ولو قلت عليها فنان في بعض الفترات هتجيبك بالخبرة مجبتكش بالخبرة هتجيبك بانسبات الانفعالي ما شاء الله فرقة عشان تقدر تكسبها لا يعني مجهود وبالمناسبة الفرقة مخسرتش ولا شهود حتى الان احنا في اول الدورة برصيد 27 مش مولا ماتش ولا شهود 27 نقطة يجي ورانا نادي تلاقي الجيش برصيد 22 نقطة بمجموعتنا مجموعة تانية هناك برضو فيها اول وتاني وتالت ورابع في 8 فرقة بشكل كبير تحدده بس احنا مجموعتنا اول وتاني عندنا الاهل وطلاقي الجيش بعدين بتولوجيت بعدين هليبلس دول الاربع بتوع مجموعتنا ونقول لحضراتكم الاربع في المجموعة التانية هيكون مين ان شاء الله ماتشنا اللي جاي يكون مع نادي طلاقي الجيش ومتثلثاء على اهل الجزيرة هتقول لي الله طب احنا يعني ماشي بنلعب بطشط في هليبلس ومش بنلعب مع بتولوجيت في هليبلس وبنلعب في اسكندرية لان هو الدور ده مش رايح جاي زي اللي قبله الدور ده بيلم الفرقة كلها وده فكرة حلوة من الاتحاد الصراح بيلم الفرقة كلها يلعبوا على صلاة يعني يوم التلات مش ماتش الاهلي بس اللي هتلعب قابله مباريتين ولما نروح نلعب في هليبلس لما نروح نلعبنا في هليبلس نفس الكلام تلات مباريت بتلعب على صلاة واحد عشان ما يشتتش الحكام ويشتت الدنيا كل شوية بيركز 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 هتمنروح الادوار القصائية دوري محترم الحقيقة ونظام جيد عملوا اتحاد كرة طائرة